في شبه موفاجأة نادي اتحاد العاصمة الجزائري اعلن رسميا انتقال لاعبه زين الدين بالعيد الى نادي سانتروند البلجيكي وده كان في بيان رسمي النادي نشره النهاردة ده الخبر وانا كنت قلت لكم هنا مش انا الواحد يا كل الناس وده اللي خنامي النادي الاهلي ان الصفقة تقريبا كانت شبه منتهية مع النادي الاهلي يعني كانت خلصانة للاهلي اللعب كان هيروح النادي الاهلي طيب ايه اللي حصل امور مالية ووكلة وتفاصيل وحاجات يعني ايه حاجات لها علاقة بامور وكلاء لعبين عطرت الصفقة بالنسبة للنادي الاهلي واللعب خلاص بقى في بلجيكا من رغبته الاولى كانت الانضمام للنادي الاهلي بعد ما تم الاعلان حالة غضب شديدة بالنسبة لمارسل كولر اللي كان معتمد على زين الدين بالعيد انه يبقى اضافة كبيرة للنادي الاهلي في الموسم اللي جاي وزين الدين بالعيد ده كان اختيار مارسل كولر لتدعيم دفاع النادي الاهلي والنادي الاهلي كان يبلغ مارسل كولر ان الصفقة دايما في التقدم وان دايما قريبة وانه خلاص الاهلي على وشك انهاء بشكل رسمي فكان الامر بالنسبة لمارسل كولر للنهاردة صادم وطلب من الكابتن خالب بيبو مدير الكورر ابلاغ كابتن محمود الخطيب رئيس النادي غضب وهو مارسل كولر من تعثر اتمام الصفقة خسارة وصفقة كويسة على فكرة مدفعة مميز جدا جدا يعني